بعض الاكسلسايز احاول احل جزء منها معاك والباقي اصيبك تتضرب عليه جاب لي جدول فيه الكمية الفيزيائية واليونت وبقول لي حول للس اي يونت لو شفت اول مثال بقول لي لينس افرورر طول مصطر بيساوي 6.56 feet يبقى مطلوب ان انا احول من feet لأي لازم اعرف وحدة الطول في الاس اي يونت اللي هي المتر يعني هديك الكي او مفتاح حل الاكسرسايز بحيث ان انت تحاول تجرب باي يورسيل في الواحدة طيب الفورس ابليد القوة القوة بيقول لي 5 دين انا مش عارف ايه دين كتاب لي بنقصين عشان يوضح لي الدين هو جرام بسنتيميتر ساكند اوسي سالي بثنين عايز احول ال 5 دين لوحدة القوة في الاس اي يونت اللي هي النيوتن طب ما هو النيوتن يبقى كيلو جرام وحدة الطول متر وحدة الساكند او الزمن لا تتغير يبقى احول من جرام لكيلو جرام من سنتيميتر الى متر من ساكند اوسي بثنين هي نفسها يبقى ما في تحويل الدين ستي اوف ماتر خدنا مسائل اكتر من مثال على الدين ستي يبقى احول نص جرام بير كيوبك سنتيميتر احول لي ايه الوحدة في الاس ايونت كيلو جرام بير كيوبك ميتر الاسبيد اوف كار سرعة الكار او السيارة ناينتي كيلو متر بير اور بيقول لي حولها الاس ايونت يبقى عاوزني احولها المتر بير ساكند الاكسرسايز الثاني ممكن يجي لي بقى بعض الاختيارات الاختيار الاول بيقول لي دايمينشينا الاناليسيز وحطي لي تحت كان نوت شرطة عشان يلفد انتباهي كان نوت جيف زين يوميريكال فاليو اوف كونستانتس اوف بوربوشانيلتي هل الديمنشينا الاناليسيز يعطيني ولا لا يعطيني قيم السوابت في المعادلات الرياضية او في التلاسبات طبعا كان نوت صحيح انه لا يعطيني يبقى الاجابة او الجملة طروا ولا فولس طبعا طروا يبقى اختار على الاجابة الصح طروا check the accuracy مثال تاني على الديمنشينا الاناليسي check the accuracy of the equation using dimensional analysis اختبر صحة المعادلة باستخدام او بطلبية الابعاد زي ما شرحنا في الاجزاء الماضية بعوض بابعاد كل طرف على حدة هنكرر تاني المثال دا مع بعض لو خدنا ال left hand side الطرف الايصر الطرف الايصر ابعاد السرعة L على T او L T minus 1 لالتربية فلازم اربع المقدار كله بعد كده افك التربية يبقى L تربية T minus 2 دا ال left hand side اروح لل right hand side الطرف الايمن ابعاد السرعة خاص انا طلعتها او حسبتها اللي هي L 2 سالب طبعا الفي تربية لان السرعة اللي ابتدأ اي سرعة انها اي سرعة متوسطة اي سرعة لها نفس الابعاد يبقى L تربية T minus 2 بلس قلنا السوابت ليس لها ابعاد التصارع L T سالب اتنين الطايم ابعاده T طايم تربية اذا T تربية طايم نكمل L تربية T سالب اتنين T minus 2 و T plus 2 يديني T قصي 0 بواحد يتبقى L هنا خلاص وصلت المرحلة اننا الحدود اللي عندي ماينفعش اجمعها على بعض لان الحدود المختلفة لا تجمع هل ابعاد الطرف الايسر هي نفسها ابعاد الطرف الايمن طبعا الابعاد مختلفة يبقى نقول له equation is not correct او المعادلة خاطئة قرر لي نفس المثال اللي حلناها لكن بطريقة مختلفة بقول لي on an highway طريق سريع في منطقة معينة A car is traveling at speed of ومديني السرعة اللي هي بوحدة النظام الدولي أو 20 meter per second the speed of this car equal بقول لي سرعة السيارة دي تساوي جايب الاختيارات يبقى عشان اختار لازم احول ماينفعش اختار لازم احول 20 meter per second هحول لإيه لكيلو متر per hour يبقى البسط هحوله من متر إلى كيلو متر شوف كتبت في البسط كيلو متر اكتب في المقام متر والsecond هحول فيه آسف البسط هحول فيه المقام من second hour يبقى كتبت فيه المقام hour اكتب فيه البسط second بعد كده اكتب العلاقة بين الكميات واحد كيلو الف متر عشرة وسط ثلاثة الone hour 3600 second اختصر المتر مع المتر والsecond مع الsecond يطلع للنتج اللي عندي بالكيلو متر per hour طبعا العشرة وسط ثلاثة ثلاثة صفار هنشيل مع صفرين وهنا اضرب اثنين في ستة وتلاتين يطلع النتج كام 72 كيلو متر per hour يبقى عند الاختيار الصح ماينفعش بقى احل من غير مختار لازم احل احول من وحدة الى نظام اخر للوحدات هنا جالي اختيار بقولي SI unit of energy وحدة النظام الدولي للطاقة طيب ازاي اشتق وحدة النظام الدولي للطاقة او وحدة الطاقة في النظام الدولي ارجع لأي قانون من قانون الطاقة وليكن طاقة الحركة اللي هي نص mv تربية دي ابسط قانون السوابت ليس لها وحدات ال m وحدة في النظام الدولي كيلو جرام السرعة متر بر ساكن يبقى متر ساكن ماين اس وان كل تربية افك التربية اذا كيلو جرام متر تربية ساكن ماين اس تو يبقى الاختيار الصح اللي عندي فين كيلو جرام متر ساكن اس ماين اس تو زي SI unit for mass اس ده اختيار مباشر ما فيهوش حل طبعا وحدة الماس في النظام الدولي هل هي الجرام ولا الباون ولا الانس ولا الكيلو جرام طبعا احنا شرحنا وقلنا انهي الكيلو جرام 55 m per hour equivalent 2 يبقى عايزك تحول من m per hour الى متر per ساكن بنفس الطريقة انا هاديك الفكرة وانت بقيت ايه كتبت meal per hour هحول الى متر per second يبقى حول الميل في البسط الى ايه الى متر والhour هحول ها في المقام الى second كتبت متر في البسط يبقى اكتب تحت meal كتبت second في المقام يبقى اكتب في البسط hour اكتب العلاقة بين الوحدات الواحد ميل لازم يكون حافظ ان هو 1609 والone hour 3600 second بالاقل حسب اشوف القيمة هتكون كام وتختار الناتج الصح الى عندك اخر ايضا على الابعاد او باستخدام الابعاد واللي سبوز افترض ان الفي بتساوي asn tsm نجاب العلاقة والمجاهلة عندي الاسس او الpower للأكسل ريشن وللطايم وبيعرف لي هور في الاسبيد او الفلوسطي ال الأكسل ريشن ال الت عود او الاسس الان والم T ، يعني مطلوب منك انت تحدد قيمة الن وقيمة الم هنستخدم الأبعاد لحل المسال هنا بقى بعوض عن أبعاد الطرف الايصر اللي هو ال T سالب 1 أبعاد الطرف الأيمن التصارى اللي تي سالب 2 مرفوع للأس N الطايم تي أس M الطرف الأيصر بسيبه مفيش عمليات يتعامل فيه بروح للطرف الأيمن بضرب الأس الخارجي في الأس الداخلي بقى S و L أس N تي أس سالب 2 N في تي أس M بضرب الحدود المتشابهة أو القيم المتشابهة L تفضل T أس M في تي أس سالب 2 N لما بضرب بجمع لإيه الأس يبقى M ناقص 2 N القاعدة بتقول لي إذا تشبهت أو تساوت الأساسات تساوت الأس في الطرف الأيصر عندي L أس 1 وفي الطرف الأيمن N L أس N إذن ال N هتساوي 1 في الطرف الأيمن T أس M ناقص 2 N في الطرف الأيصر T أس سالب 1 يبقى M سالب 2 N هتساوي سالب 1 وأنا لسه نطلع ال N بواحد يبقى ال N ما هتساوي كام سالب 2 أنا إلا الطرف الأخر موجب 2 سالب 1 تطلع موجب 1 يبقى طلعت قيمة ال N وقيمة ال M على الترتيب واحد وإيه وان يبقى الإجابة الصحة هي أول اختيار ترجمة نانسي قنقر